عايزة كمل بقية الرواية عشان نعرف الأيام القليلة السابقة على 30 يونيو اللي حصل بقى إنه جماعة الإخوان كانت متصورة إنه يعني كل المناوشات اللي بتحصل والدعوات اللي بتحصل لل30 من يونيو هتفشل بعد فترة لأن هم كانوا بيخططوا لوجود ميدان بديل إنه هم ابتدوا في 28 يونيو يحشدوا رابع العدوية عشان يزهروا أمام الرأي العام العالمي بالذات إنه في ميدانين وبالتالي في رأيين والشعب المصري منقسم لرأيين وطبعاً ده مش صحيح جماعة الإخوان كانت موجودة بعداد مش كبيرة بالنسبة للملايين اللي كانت موجودة في ميدان التحرير وفي الاتحادية وكانوا هنا ده هدف إنه هم يخلقوا أو يبينون في رأيين وفي ميدانين قدام بعض على الطرف الآخر ابتدوا يضعوا خطة إنه الجماعة المتظاهرين دول هيدخل عليها شهر رمضان إحنا كنا على بعد أيام قليلة من شهر رمضان والناس دي في شهر رمضان هتمشي ومحمد مرسي هيطلع يعمل كم خطاب هيبدأ فيه ناس تستجيب ظنًا منهم يعني وعمل خطاب الشهير بتاع الشرعية أيه اللي قال فيه عشر تلاف مرة الشرعية شرعية وهذا الخطاب اللي انقلب بمزيد من الإسرار في عملية المواجهة وكان ظهور طبعا وده كانت أحدى عبقريات المصرية هو ظهور استمار التمرد اللي جمعت كل الرأي العام المصري في التوقيع وفي التعبير عن رأيه بالتوقيع على دي الاستمارة بعزل محمد مرسي وعدم بقاء في الحكم ودي كانت يعني استنساخ من تاريخنا العظيم في صورة 19 اللي تجمع فيها توكلات سعد بشر زغلول طيب عايزك تحكيلي الأيام السابقة لـ 30 يونيو كما عشتها أنا بفتكر في هذا التوقيت احنا كنا منشغلين بجمع استمارات تمرد وكنا منشغلين بالحجد في الميادين كان عندنا دورين كان عندنا دور في عمليات الميدانية في عمليات الحجد والتواجد وطبعا الأسليب المعتادة في الإعلان التظاهرات بوجود يافيطات وبكتابة الشعرات المختلفة وبتجهيز الهتفات يعني دي أمور عملنا على الإعداد لها على الطرف الأخر كان عندنا مواجهات إعلامية دائمية يعني احنا كنا موجودين البعض مننا وأنا كنت موجود على العديد من قنوات التلفزيون في مواجهة مع قيادات الجماعة والحقيقة حملت الكواليس العديد من الكلمات وأحيانا الاحتدام وأحيانا الوعيد من بعض القيادات بأن هذه الحركة التي تقوم بها ستفشل وأنتم جميعا سيتم مش بس أعتقالك وإحنا هنتعلق على المقاصر وهي سيتم إعدامنا وإحنا بنفتكر كمان أنه في فترة 30 من يونيو في عملية المواجهة لما خرجوا أو راحوا بجماعات مسلحة عند الحرس الجمهوري في ظن منهم في عملية أن محمد مرسي محتجز في هذا المكان وإني هيتم عملية تحريره هم كانوا أيضا بيجهزوا ميليشيات مسلحة ومدربة تدريب عالي جدا وهذه الفرق كانت هتقوم بعمليات وإحنا حتى في مسلسل اختيار وضح للناس إن كانت في عمليات في بعض المفخخات اللي كانت موجودة في جموع المتظاهرين هراجزة كارتيني بوجود المدانين اللي قدام بعض كان هدفه إيه وسمع إزاي إحدى الدول الغربية الكبرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية ببرلمانها وهو رحل يعني هو الرئيس السابق الآن هذا الرجل كتب تقرير قال فيه أن قيم الإخوان تتماشى مع قيم مجتمعه وفي هذا التقرير مجد في جماعة الإخوان وكل دي الأمور إحنا في رحلة في 2016 إلى هذا البرلمان التقينا بهذا الرجل وقال لنا أنه نزل اعتصام ربعة مرتين ودي كانت صدمة كبيرة لنا أنه رجل يعني في هذا الوضع وهذه المكانة أنه نزل اعتصام ربعة يعني ده معناه أنه هم دعوا بعض الشخصيات الأجنبية المهمة والمؤثرة إلى اعتصامهم لإظهار رأي عام معين لهم ولإطلاحهم على أنه ده مدان قدام مدان والراجل ده تأثر إلى أنه وصل أنه قال أن الإخوان خمسين في المئة من الكتابة على المصري خمسين في المئة من تكوين المجتمع وهي طبعا مسألة خرافية وهما انتبروا وكانوا يدللوا بهذا الجانب الأمريكي يعني في ذلك الوقت أنه طب تعالى شوف عدد المحجبات أو غطاء الرأس بالنسبة للستات هتعرف هما هو أي حد كان بيرتدي غطاء رأس كان هما بيعدوه أنه ده من الإخوان هما روجوا لكده بالفعل وزاها هراك تفضلت دي من النقاط المهمة للغاية لأنه هما روجوا قدام العديد من البلدان في الخارج أنه كل من يرتدوا الحجاب هم بينتموا لجامعة الإخوان وأنه تعداد من يرتدوا الحجاب في مصر كبير وبالتالي دول أعداد جامعة الإخوان وأسرهم طبعا بالتأكيد فده كان جزء من عمليات تكوين للرأي العام الداخلي والخارجي طبعا في اعتصام رابعة كان فيه منطقة اسمها السلخانة ودي كانت من المناطق اللي بيتم فيها القبض على شخصيات بعينها واحتجازها في هذه الأماكن وتعرضهم للتعذيب وده كان جزء بالمناسبة عمليات التعذيب دي كانت عمليات ممنهجة وبيقوم بها شخصيات بعينها وهنا ظهرت بشكل واضح وجالي في الاعتصام اللي كان موجود في محيط قصر الاتحادية من القوى المدنية في هذا التوقيت والاعتداء اللي حصل المشهور والشهير اللي شفناه كلنا على قنوات التلفزيون لما خدوم المتحف لمحل كده تحته بتاعه كانوا مرصوصي نستيكر المواطن فيليب اللي كان يعني يسايل دمه في هذا التوقيت وعمليات وهنا بقى ظهر كمان ان هما كان عندهم بعض من يقوموا بعمليات الاستجواب على غرار او شكل النيابة العامة وهنا بقى مسألة الموازية ان هما مجهزين اشخاص موازية لكل شيء فشوفنا عملات استجواب حصلت في محيط قصر الاتحادية لبعض المتظاهرين ضد محمد مورسي وعملات الاستجواب دي كانت بتتم بشكل عنيف للحصول على المعلومات منهم وكانوا بيحاولوا يصدروا ان هؤلاء مدفوعين بالمال من بعض الشخصيات لمواجهة جامعة الاخواني